مساء الخير مدخلة جديدة بعنوان مفهوم المحيثة الجذري عند جيل دولوس مقدمة فلسفة ما بعد الحدث هي طيار فلسفي ظهرة في فرنسا الستينات نتحدث إذن عن النظريات تأهيل ما بعد الحدث وهي منطبطة بهذا الطيار الفلسفي والذي يمثلها كل مفهوم دولوس وديريدا والتوسير وليوتار وبدريار وغاتاري وقاديو ونانسي وسلوتردايك في ألمانيا وجيجيك في سلوفينيا ويشترب كل هؤلاء فتشكيك في التقليد الفلسفي دوراث تنوير ولسيما كانت الموقف ما بعد الحدث هو نقب رديقاني لهذه المفهيم الأساسية للفلسفة العقل قبل كل شيء قد سقط من دور المقدس معادة دولوس الفلسفة هي تخصص في خلق المفهيم جيل دولوس مولود 18 يناير 1925 متوفي أربع نهوام 1965 هو أحد المؤلفين الرئيسيين لمبعد 1968 كانت هذه الدروس التي قدمها في جماعة فانسان حدثاً فكرين حق الخيني تمشج دولوس بشكل واضح مع سبينوزاو ونيتش سلو رعب أيضاً تأثير بيركسون بالطبع ومع المحلل النفسي صديقة فليكس قرداري الذي تعاون معه في ثلاث أعمال معروفة سوف يعارض هيلل وفرويد بل أن دولوس كان فلسفة يعني فرنسياً أغسيلاً من أواخ القرن العشيين منذ أوائل الستينات وحتى وذاته كتب دولوس العديد من الأعمال وقدم الكثير من الدروس وهي مؤثرة في الفلسف والأدب والسينما والاستيقات كان أكثر كتبه شهرة هو مجلدة الرأسمالية والفسام وديب مضال 1972 و1000 مسطح 1989 من بلاتو وكلاهما كتبهما بالاشتراك مع صديقة محلل نفسي فليكس قرداري ساعد دولوس في إنشاء مبعض الحديث النشوية الحديث التي أصبحت جائعة في برامج العلم الإنسانية بالجامعة الأمريكية في الأواخر القرن العشرين وبداية القرن العشرين عمله الفلسفية أو المشروع الفلسف نقسم عمل دولوس إلى مجموعتين من ناحية دراسات تفسر الفلسفة المعاصرون سبينوزا، ليبنيز، عيوم، كانت، نيتش، بيركسون، فوكو وكذلك الفناني بروغ، بروست، كافكا، فرانسيس بايكون ومن ناحية أخرى المجلدات الفلسفية الانتقية مرتبة حسب المفهوم على سبمثال الاختلاف في المعنى الحدث الفصام السينما الفلسفة بغض النظر عنه الموضوع يطور دولوس باستمرار اختلافات في الأفكار المتشابهة انتاج المفهيم الفلسفة ليست كما يريدها فلاتون تأملاً ولا هي تفكير كما يتدعي الدكار بل هي انتاج المفهيم قيم بالفلسفة هو تشكيل مشاكل لها معنى وخلق مفهيم التي تجعله أن تقتم في فهم وحل مشاكل عصر اعتذر شكراً جزيلاً الرغبة ليست نقصة عند اديولوز ولكنها تأكيد على الحياة دياركتيك الهيغلي هو اديولوجيا العاجز عن الخلق انها اديولوجيا الضمير السيئة والاستياء مثل الفكر المسيحي من المسيحين عليك ان تبتكر طرقاً جديدة للشعور والتفكير هناك عالم غير محدد وراء اي هوية فردية يجب كسر فكرة الان الشخصية لذات الوجود غير الشخصي المفهوم والادراك التأثير ثلاثي دولوز الشهيد فكرة بمعنى دولوز تتقاتم مع جميع الانشطة الابداعية وتقدم الناس في جميع المجالات تظهر في ثلاث اشكال متميزة في الفيلسوف وفي شكل مفاهيم اختراع الفنان الروائي او الرسام المفاهيم ويعني المؤثرات يعني ربما الادراكات كذلك الادراكات الحسية او المؤثرات الحسية كذلك الموسيقى تخلق المؤثرات ماذا يعني الادراك هو ما تبقى من الاحسيس التي اختراعها الفنان بمجرد اختفائها الادراك هو مجموعة من التصورات والاحسيس التي تنجو من تجربتنا المؤثرات سيحات تفيض على من يمر بها وتتجاوز قواها الموسيقى هي منشوع عظيم للمؤثرات التي تتجاوزنا الفلسفة عرافون وخلال مفاهيمهم يجعلون اشياء مرئية بالطبع يرتبط التأثير والادراك والمفوق ويرثق من جنبا الى جنب مع بعضهم البعض هناك اشتغال لهذه الآلة المفاهيمية الدولوزية المفوق الادراك والتأثير ما هو المفالوسوف حسب دولوز؟ شخص يخلق المفاهيم ينطبق هذا التعريف الجيدا على مؤلفة لان جلد دولوز هو مش اراع على المفاهيم يعرض دولوز يعني قلنا يعرض يعني الديالكتيك الهيغلي ويقترح في المقابل ارادة الابداعية ارادة لخلق اشكال وقيم جديدة يريد ميتافيزيقة الفعل وليس الوزور ليس هيغل الى التفكير في واحدة يعني التأمل او المفهوم المضاع اللي اعادة الاخر الى نفس الشيء اعادة ميكورتوليزم متابعا الاختلاف الى الحدث من الضروري اعادة تأهيل مفاهيم مثل الجوهر والتعدد والسيرور والتدفق نحن بحاجة الى متافيزيقة متحركة في نشاط اي برية يعني مترحيل او لكن من ناحية اخر لتحرير انفسنا من ثقل السلبيات من كتاب التاريخ نسخ فلسف يعني اعادة انتاجه لكن بطريقة نفتح مساحة للعبد ما مؤدي الى انتاج اختلافات بشكل عام تحتوي الفلسف على افتراضات ومسلمات يجبوا ابرازها يعني ودحظة نفترض اولين في الانسان رغبة في الحقيقة والعقبات الخارجية عن الفكر يعتقد تلوز على الحكس من ذلك ان الفكر ليه فكر حتى ليفكر فيه شيء او ان الغباء عقبة داخلية امام التفكير مخيف اكثر من الخطأ الخارجي ليترعى الفكر العافو اي مشكلة هذا بديه ويمنع التمييز بين المهم والعرضي الافتراض الثاني للفلسف هو ان كل ما عرفيه الاعتراف من المفترض ان تكون مشاكل ابدي اخيرا من المفترض ان الشيء المهم هو تحديد المبدأ الصحيح التفكير هو اكتشاف الاساس والفلسف تكون عن بداية جذرية يعتقد دولوز انه لا يوجد دون اي افتراضات مسبقة نحن لا نبدأ اي شيء من السفر نحن دائما في الوسط بين نقطة البداية ونقطة النهاية الذات التي تعتبر المركز المثالية هي واحدة يعني هذا الامر مهم جدا منذ هيوم وقره نيتش واثبته دولوز وما يظهر هو حق المجهول يصد في التعدد الانسان هو عملية تدفق حياة كذافة ولكن ليس شخصا كائن ميتافيزيقي في التمثيل يشبه علينا كسر الان ودع الاخترافات المتعددة التي سنعناها تتحدث داخلنا يعني بما انه لا يجد انا فانا الاخر ليس انا ايضا بل هو الانقطاع في مجال ملايه للعالم محتمل او ممكن للاخر يعطينا نمح عن التجارب الجديدة ينقلنا الاماكن التي يسكنها اللقاء الاخرين يجعلنا نسافر عالم دون ان نسافر كان النص الذي عنوانه الحقيقة هو الرأس ملايه والفيسا وديد مضاد هو العنوان الفرعي فقط تكمل لمسيرة ميه 68 يسأل دولوز وغاتاري نفسهم وكيف تطالب مطالب التعبير عن الرغبة والتحرر في ميه 68 هلو كان خانقا لماذا تقاتل الجماهير من اجل استعبادها كما لو كان خلاصا وهذا سؤال اكثر من جوهري يعني ربما نطرحها في كل الثورات يعني في كل الحركات الاحتجاجية لماذا تقاتل الجماهير من اجلي يعادة استعباد نفسها يعني ربما نحن في حاجة الى كثير من التلقيق كثير من المحيث الجذري كنا يعارض دولوز فرويد الذي يعتقده لانه حصر معنا الرغبة في سرع اوديب الاب الام تفل الثالث نحن الى الى راغبة كائنات راغبة اي ان اللوعي ليس مسرحا بل الالة ليس لها وظيفة اخرى غير اسول انتج تنتج الرغبة كالالة ان دائما االة مقترنة بالاخر عسب النثال هي تنتج التدفق يعني الاثدي الام ينتج التدفق وفهم التفل الذي يقطع التدفق لاستهلاك الاالية الراغبة على موضوع مولود من حالة الاستهلاك هو الانا اشعر اكثر من انا اعتقد الجسد بلا اعضاء ينتج ويوقف الرغبة وسجيلها وصدرها هذا الانتج الراغب هو انتج اجتماعي ان البنية التحتية الحقيقية اكثر من الانتج الاقتصاد الذي تراحه ماركس ان خطأ التحليل الناس هو انا مفهوم وهي تمركس بشكل كبير على الاسرة الرغبة اساسية في ذلك هي اوديبو وهكذا فان التحليل الناس بدلا من تحليل الانسان يشارك في اعمال القمع البرجوازي للحفاظ على الانسانية تحت يعني يعني تحت نير سلطة الاب والام سلطة الاسرة اعتذر سلطة الاشرت سلطة الانسان اقتربية حيث مح trump سلطة الانسار اعتذر تحت نير سلطة الأب والأم والرغبة المحبوسة في درامة الطفولة والقمع الاجتماعي يونسى لسالح القمع الذي يسهب هذا القمع اختاء فريد هو الحفاظ على تعريف الرغبة على أنها نقص وغياب هذه النظرية من أفريطون تسور الرغبة بتريقة سلبية نحن ما ليس لدينا رغبة متجذرة لدى فريد في الممنوع واليمكن تحقيقها في الخيل أو الحلم والوهم أو التسامي بعد ذلك سيحل التحليل النفسي من الدين وقتل الرغبة ويشجع الامتناع والاستسلام دولوز على الأكس من ذلك يراف الرغبة قوة إيجابية وقوة تخريب تخترع معايير جديدة للحياة هذا المفهوم للرغبة الإبداعية والمتبرع والتق الفائدة يأتي من سبينوزاو ومنينس نجد في دولوز نظرية الرأسمالية التاريخ العالمي وتاريخ القمع الاجتماعي للرغبة الرأسمالية أفضع أشكال الهيمنة الخوف من أن الفردنية التي تراوج لها ستولد انفسام نعمما فيتضاع حدودا وتوجه تدفقات الرغبة باختصار قريبا من الاستبداد خاصة من طبع الحرب والإنتاج العسكري الذي يربطها بقوى الموت تنتج الرأسمالية مرضى الانفسام الشخصية التي سيقوذ في النهاية يعاني الفيسام من هذا المجتمع ويشير إلى طرق التحر وأنه ينظر إلى جسده كجسم دون أعضاء في عقاب الثراب المرضي ولكن أيضا بعد اكتشاف قوة إرادة نيتش للسلطة وعقل ما قبل أوديبي غير مستعبة لهوية ثابتة فإن الفيسام منفتاح على كنت تجارب الممكن وغير قادرة على القيام بدور اجتماع محدد متعدد لم يعود لديه هوية ذات ويلعب متعرفات عابرة مثل نيتش قليلا قبل أن يغوص في الجنون يهدف تحليل الفيسام إلى تقييم الإمكانية الثورية لمرض انفسام الشخصية دولوز لا يؤمن بالثورة العالمية التي من شأنها أن تولد أنواع جديدة من السيادة إنها بالأحرى مسألة ضمن أن يفكر الناس ويعرفون كيفية العثور على خطوط طيران مجازة أولادهم حكمة البيئة والاستفادة من فجوات النظام عليك أن تعرف كيف تكون في الأقلية وقل دولوز وقطاري والأغلبية هي أن فكرة أي موقف يعتبر نفسه طبيعيين ويعرف أي اختلف على نوع انحراف عن القاعدة أي ما يجب تفسيره الأقلية هي الجماعات التي اليوم كانت تأتي بالأمل حتى فكرة أن الجميع يشبهها هذه فكرة تعرف نفسه على أنها صالحة في القانون أي أداة تدعي أنها محايدة هي في الأغلبية وبالتالي في أن الغالبية لا تمر بالعدد إذا كان ما يسميه دولوز وقطاري أقلي لا يحلم لا تحلم بأن تصبح أغلبية فليس ذلك لأنها ستزرع خصوصيتها بأنانية ولكن لأن تجربة السيرورة لا تحلم مع حلم تعميمها تلك التي تجرب أن تصبح متسلق جبال أو لها ديرايا بالرياضية لا تحلم بعالم من متسلق الجبال أو علماء رياضيين الآن نتسأل عن حضور الميتافيزيقة في المشروع الفلسفي للدولوز نمكن تلخيص مشروع دولوز الفلسفي الرئيس في أعماله المبكرة هي تلك التي سبق التعاون مع غاتاري تقريبا على أنه تفكير منهج العلاقة الميتافيزيقية التقليدية بين الهوية والاختلاف تقليدية نظر للاختلاف على أنه مشتق من الهوية على سبيل المثال للقول أن A تختلف عن B يفترض أن A و B بهوية مستقرة نسبين على الأقل على العكس من ذلك يدعي دولوز أن كل الهوية هي أثار للاختلاف جدا يدلوز بأن الهوية ليست منطقية أو متافيزيقية سابقا للاختلاف بالنظر إلى وجود اختلافات في الطبيعة بين أشياء من نفس النوع الأشياء في المقام الأول تتكون من الهوية الظاهرة مثل A من سلسلة النهائية من الاختلافات حيث الفرق بين A و B و G وما إلي ذلك يمتد الاختلاف عبر جميع العناصر التي تمت مقارنتها لمواجهة الواقع بصدق يدعي دولوز ويجب أن نفهم الكائنات كما هي تماما وأنا مفهيم الهوية بالأشكال مقولات التشابهات وحدات الإدراك المصندات إلى أخيري تفشل في تحقيق الاختلاف في حد ذاتي إذا كانت الفلسفة علاقة إيجابية ومباشرة بالأشياء فإنها فقط بقدر ما تدعي الفلسفة أنها تفهم الشيء نفسه وفقا لما هو عليه في اختلاف عن كل شيء فهو ليس اختلافا داخلية مثل كانت و بيركسون يعتبر دولوز المفهيم التقليدي للمكان والزمان مقولات موحدة تفرضها الذات أنه يعتبره أشكال للهوية لذلك يستنتج أن الاختلاف المحق ليس مكانيا زمانيا وهو ما يسميه الافتراضي لا تشير العملة إلى الواقع الافتراضي لعصر الكمبيوتر بل تشير إلى تعريف مرسل بروسك للماضي حقيقي دون أن يكون واقعين ومثالين دون أن يكون مجردا أفكار كانت عن العقل الخالص ليست أصلية أو نماذج أو نماذج وليس تتجاوز التجربة الممكنة بل هي شروط التجربة الفعلية واختلاف الداخلي في حيات ذاته المفهوم الذي تشكله شروط مطابقة لموضوع الأزمين والأحاسيس لذلك وشير دولوز في بعض الأحيان إلى كانت وشيلينك إلى فلسفتي على أنها تجربية متعالية في المثالية المتعالية لكانت تكون التجربة المنطقية فقط عندما يتم تنظيم الواسطة مقاولات فكرية مثل مكنو الزمان المسببية أنها أخرج مثل هذه المفاهيم الفكري من سيخ التجربة وفق لكانت يولد معتقدات ميتافيزيقية مغرية ولكنها لا معنى لها على سبيل المثال يؤدي توسيع مفهوم السببية إلى ما بعد التجربة الممكنة إلى تكهنات ليمكن تحقق منع حول سبب الأول يقلب دولوز الترتيب الكانتي التجربة تتجاوز مفاهيمنا من نحن من خلال تقديم الجدة وهذه التجربة الأولة لاختلافته حق الفكرة غير مقيدة من قبالنا في السعب المقاولات مما يجبر هنا على ابتكال ترق جديدة للتفكير في نظرة المعرفة في الوقت نفسه يدعي دولوز أن وجود أحد أي أن له حسا واحدة فقد يستعير دولوز عقيدة الوحدة الموجودية من فينصف العصور الوسطى جون تونس سكوت في خلاف آية العصور الوسطى حول طبيعة الله رأى العديد من اللاهوتيين والفلاسفة الباريزين مثل توم الأكويني عندما يقول المرأة أن الله صالح فإن صلاح الله يكون مشابه لصلاح الإنسان فقط قد جادل دونس سكوت على العكس من ذلك أنه عندما يقول المرأة أن الله صالح فإن الخير المعني هو نفسه أنه في الخير الذي يقصده المرأة عندما يقول جين جيدة واذا يعني أن الله يختلف عنها في الدرجة فقط ويتم ترطبيق خصائص مثل الخير والقوة والعقل ومعنى ذلك بشكل أحادي بغض النظر عما إذا كان المرأة يتحدث عن الله والإنسان يقول دولوس بتكيف عقيدة الأحادية للإدعاء بأن الوجود هو بشكل فردي اختلاف معنى واحدة ليست الاختلافات التي يجب أن تكون أن الوجود هو الاختلاف بمعنى أنه يقال عن الاختلاف علاوة أن على ذلك لسنا نحن الوحيدون في الكائن الذي ليس كذلك نحن وفردياتنا تظل غامضة في ومن أجل الكائن الوحيد وهنا يرد دولوس أصدق سبينوسا الذي أكد أن كل شيء موجود هو تحديد للمادة الواحدة الله أو الطبيعة بالنسبة لدولوس فإن الجوهر الواحد هو عملية متميزة دائما كون دائما قبل الطي يكتشف ويعيد الطي يلخص دولوس هذه الانتولوجيا في سيغة مفرقة التعددية الأحدية الاختلاف والتكرار هي محاولة دولوس الأكثر استمرارية ومنهجية للتواصل إلى تفاصيل مثل هذه الميتافيزيقة ولكن مثل هذه الأفكار يتم تعبير عنها في أعماله الأخرى في نيتشا والفلسف في سنة 1962 نشره حسنا بالمثال للواقع هو لعبة قوة في أوديب موضات 1972 الجسم بدون أعضاء فيما هي الفلسفة 1991 المسطح المحيث أو الكوس الآن بعد الميتافيزيقة أو الأنتولوجيا نظرية المعرفة أو الأبستيبولوجيا عند دولوس تستلزم ميتافيزيقة دولوس غير العادية نظرية معرفية أيضا بنفس القدر غير عادية أو ما يسميه تحولا في صورة الفكر وقل دولوس فإن الصورة التقليدية للفكر الموجودة عند الفلسفة مثل أرستو وديكارتو وهوسيل تفهم التفكير على أنه عمل غير إشكالي في الغالب قد يكون من الصعب اكتشاف الحقيقة فقط تتطلب حيات تنظير خالص أو حسابا صارما أو شكل منهجين لكن التفكير قادر على الأقل من حيث المبدأ على فهم الحقاق والأشكال والأفكار بشكل صحيح وما إلى ذلك قد يكون من المستحيل عمالين الوصول إلى وجهة نظر محايدة ونوجهة نظر الله لكن هذا هو النموذج المثالي للتقريب السعي النسيح الذي ينتج عنه حقيقة ثابتة ومحددة امتداد منظم للحياس السليم يرفض دولوس ويش نظر هذه باعتباره ورقا على التدفق الميتافيزيق وبدل من ذلك يزعم أن التفكير الأسيل هو مجاعة نيفة مع الواقع وتمزق لإرادي للمقولات الراسخة حقيقة تغير ما نفكر فيه وتغير ما نعتقد أنه ممكن يقول دولوس من خلال تنحية الافتراض القائل بأن للتفكير قدرة طبيعية على التعارف على الحقيقة فإننا نصل إلى فكرة دون صورة وهي فكرة تحددها دائما من المشكلات بدل من حل كل هذا مع ذلك يفترض مسبقا من الموز أو بداية لا تنجش عن تلقى الصدفة ولكن ليس لها عقلانية جوهرية أيضا إنها تماما مثل اللاهوت كل شيء يتعلق بها يكون منتقين تماما إذا قبلت الخطيئة والتصور الطهر والتجسد دائما ما يكون العقل منطقة منحوطة من اللا عقلانية ليس محمين من اللا عقلانية على الإطلاق ولكن تم اجتيازها وتحديدها بقاطة من خلال نوع معين من العلاقة بين العوام الغير المنطقية يكون وراء كل سبب الهذيين والإنجيرات تم بعق قراءة دولوس الغريبة لترخي الفلسف من هذا المنظور المعرفي غير العادي لم تعد قراءة الفيلوسوف تهتف إلى إجاد تفسير واحد صحيح بل هي بدلا من ذلك لتخديم محاولة الفيلوسوف للتعامل مع طبيعة الإشكالية للواقع مقدموا الفلسفة مفهيم جديد يشرحونها لكنهم لا يخبروننا ليست تماما على أي حال بالمشكلات التي تمثل استجابة هذه المفهيم يجب على تاريخ الفلسفة بدلا من تكرار ما يقولها الفيلوسوف كل ما يجب أن يكون قد اعتبروا أمرا مفروغ منها وما لم يقوله ولكنه مع ذلك حاضرا فيما قاله العقل أو المسلمات يعرف دولوس الفلسفة على أن خلق المفهيم بالنسبة لدولوس فإن المفهيم ليست شروط أو افتراضاته لهوية ولكن تركيبة ميتافيزيقية تحدد نيطاق من التفكير مثل أفكار أفلاتون أو كوجتو ديكارت أو عقيدة كانت عن الكليات أو الملكات المفهوم الفلسفة يطرح نفسها ومضوعه في نفس الوقت الذي يتمه فيه إنشاءه العالم الحالي كما في تقليل لوك أو كواين في عمله اللاحب من عام 1981 يميز دولوس بشدة بين الفن والفلسفة والعلوم باعتبارها ثلاث تخصصات متميزة كل منها يحلل الواقع بطرق مختلفة بينما تخلق الفلسفة المفهيم فإن الفنون تخلق مجموعة نوعية جديدة من الإحساس والشعور يسمي دولوس الإدراك أو التأثير أو المؤثر الإدراكي تخلق العلوم نظرية كمية مبنية على نقاط مرشعية ثابتة مثل سرعة الضوء الصفر المطلق التي يسميها دولوس الوظائف وفق دولوس ليتمتع أي من هذه التخصصات الأولية بالأولية على الأخرى فهي طرق مختلفة للتنظيم التدفق الميتافيزيقيا خطوط لحنية منفصلة في تفاعل مستمر مع بعضها البعض حسب المثال لا يعمل دولوس السلماء لأنها فن يمثل واقع عن الخارجين ولكن كممارسة وجودية تخلق طرق مختلفة للتنظيم الحركة والزمن الفلسفة والعلم والفن على قدم المساوية وبشكل أساسي مبدعة وعملية ومن ثم بدل من طرح الأسئلة التقليدية على الهوية مثل هل هذا صحيح أو ما هو هذا طرح دولوس أن تكون تحقيقات عملية أو تطبيقية ماذا تفعل أو كيف تعمل الآن بعد الإرسيمولوجيا ونظرية المعرفة عن دولوس الصورة الجديدة الفكر ننتقل إلى القسم الثالث القيم أو الأكسيولوجيا الأخلاق هو سياسي ورد دولوس أصداء سبينوزاها مرة أخرى وإن كان ذلك بمفتاح نيتش بحدة في النموذج الليبرالي كلاسيك للمجتمع تبدأ الأخلاق من الأفراد الذين يتحملون حقوقا طبيعية مجرد أو واجبات يحديدها الله أو نفسه بعد رفض لأي متافيزيقية مبنية على الهوية ينتقل دولوس فكرة الفرد على أنها توقيف أو وقف التميز كما يوحي أصل كلمة فرد مسترشدا بالمذهب الطبيعي لأخلاق سبينوزا ونيتش ويسعى دولوس بدل من ذلك إلى فهم الأفراد وأخلاقياتهم كمنتجات لتنظيم الرغبات والقوى السابقة للفرد في مجلديه الرأس مالي والفاسام الذي كتبه مع غاتاري يسف دولوس التاريخ بأنه تجميد وتنظيم للإنتاج الرغب وهما فهم يجمع بين سمات دوافع الفريدي وشغل الماركسي في الفرد الحديث عادة من يكون عصابيا ومقموعا الأهم الدولة مجتمع السيطرة المستمرة والرأس مالية فوضى مدجنة إلى سلعة توفولية دولوس على غرار ماركس يرحب بالتدمير الرأس مالية لتسلسلات الهرمية الاجتماعية التقليدية باعتبارها تحروريا لكن ينتقد ذات جنس كل القيم مع أهداف السوق لكن كيف يوافق دولوس بين تشخيصاتها المتشائمة وبين طبيعتها الأخلاقية يدعي دولوس أن معايير القيمة داخلية أو جوهرية العيش بشكل جيد هو التعبير الكامل عن قوة المرء والذهاب إلى حدود إمكانات المرء بدلا من الحكم على ما هو موجود من خلال معايير غير تجربية ومتعالية ومتسامية لازل مجتمع الحديث يقمعوا الاختلاف ويعزل الأشخاص عما يمكنهم فعله لتأكيد الواقع الذي هو التدفق للتغيير والاختلاف يجب أن نقلب الهوية الراسخة ونصبح بالتالي كل ما يمكننا أن نصبح على رغم أننا لا نستطيع معرفة ما هو مقدم إذن ضروة ممارسة دولوس هي الإبداع هنا ربما يكون الوجود وليس الحكم إذا كان الحكم مثيرا للإشماء الزائز فليس لأن كل شيء له قيمة متساوية ولكن على العكس من ذلك لأن ما له قيمة يمكن صنعها أو تمييزها فقط بتحدي الحكم ما هو حكم الخبير فالفن الذي يمكن أن يؤثر على العمل القادم في مصروع الفلسفة دولوس هناك جانب من تأويلي جانب هيرمانوتيق فأين يكمن فيما يتمث تعتبر دراسات دولوس الفلسفة والفنانين بضعة متعمدة في نيتش والفلسفة على سبيل المثال يدعي الدولوس أن يكتب نيتش في جانالوجيا الأخلاق هو استجابة منهجية لنقد كانت للعقل الخالص وهو إدعاء من جانب أن يسيب تقريبا أي شخص قرأ كل العملين بفضول في أحسن الأهوال كما لم يذكر نيتش في أي مكان النقد الأول في الجانالوجيا والموضوعات الأخلاقية الجانالوجيا بعيدا كل البعد عن التركيز المعنى في الكتاب كانت وبالمثل يدعي دولوس أن الأحادية هي المبدأ المنظم لفلسفة سبيل وزعب على رغم الغياب التام للمسالح من أي من أعمال سبيل وزعب واسفها دولوس ذات مرة طريقتها في تفسير الفلسفة بأنها تلاعب حيث يتسلل وراء مؤلف وينتج نسلا يمكن تعرف عليه ولكنه أيضا واحد شيء مختلف بري من الأفضل فهم الدراسات المتنوعة ليس على أنها محاولات لتمثيل نيتش بأمانة أو أي شخص آخر لكن كتفاصيل لآراء دولوس الفلسفية إن ممارسة التكلم من الداخل من خلال مفكرين آخرين ليست إساءة تفسير متعمدة بقدر ما هي مثال للإبداع الذي يعتقد دولوس أنه يجب على الفلسفة أن تصنها وقد يكون هناك تجابة في الرسم هو دراسة بايكون بعد فيلاسكز فمن غير المقبول أن نقول أن بايكون يخطأ فيلاسكز قد تنتبقى الاعتبارات الممثلة على استخدامة دولوس للمسالحات الرياضية والعلمية يعني وطيرة آلام سوكال الآن نأتي إلى ميراث دولوس دفعت مؤلفتهم خاصة الفرق والمعاوض ومنطقة الإحساس أو المعنى سنة 1969 مش الفوكو إلى إعلان أنه في يوم من الأيام ربما سويتلق على هذا القرن اسم دولوس من جانبه قال دولوس أن تحليق فوكو كان مزحة تهدف إلى جعل الأشخاص الذين يحبوننا يضحكون وإثارة غضب الآخرين لم تؤدي أفكار دولوس إلى إنشاء مدرسة كما فعل جاك لكان لكن تعاون الرئيس مع فليكس غاتاري في مالفلسفة وفي أوديك موضات وفي المسطح كانت الأكثر شهرة وأكثر مقرؤية وذلت مذكورة بشكل كبير في الأكاديميات الناتقة باللغة الإنجليزية كموقف فكري ماركس، نيتش، دولوس وبعد ذلك استقبل الكتاب الآخرين كتجسيد نظري للروح الفوضوية في مائل 1868 مثل معاصرية فوكوة دريدا واليوتار كان تأثير دولوس محسوسا بطوة في الأقسام العلوم الإنسانية في أمريكا الشمالية لسيما في الدواء المرتبطة بالنظرية الأدبية هناك سينظر إلى أوديب موضات وألف مسطح لأنهما بيانات رئيسي لما بعد البنوية وما بعد الحديث على رغم عدم وصف دولوس ولا قطري لعملهم بهذه المصطلحات في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي ترشم جميع كتب دولوس تقريباً إلى اللغة الإنجليزية حيث أصبحت مختبئة بشكل مريح في شريعة الفلسفة القرية يعني النقاط بطبيعة الحال اجتذب دولوس أيضاً العديد من النقاط فيما لي بعض أهم الانتقادات المواجهة لعمل دولوس في الفلسفة الفرنسية الحديث سنة 1979 لزعم فينسانت ديس كومبس أن أواصف دولوس الاختلاف غير المشتق من الهوية في نيتشا والفلسفة غير متمسك وأنا تحليل التاريخ في وديب موضات هو المثالية المنطقة وينتقد الواقع بقسارة عن المثالية غير الموجودة حول التحول في الفصام فيما هي البنية الجديدة سنة 1984 إدعى مونفريد فرانك أن نظري دولوس في التفرد كعملية تميس لا نهاية له تفشي في تفسير وحدة الواعد في تراجع وسقوط البنوية الفرنسية لنيتشيو سنة 1994 أصدر باسكال أنجيل بداية عالمية للفكر دولوسي وفق لأن منج دولوسي الفلسفية يجعل منه صحيح الاختلاف في شكل معقول مع النظام الفلسفي وبالتالي يدمر المعنى والحقيقة والفلسفة نفسها يلخص باسكال أنجيل فلسفة دولوسي الميطة الفلسفية على هذا النحو عندما تواجه بفهم فلسفين جميعا عليك فقط الجلوس والاستمتاع به ليجب أن تشكك فيه في يعني كتب ألان باديو دولوس The Clamer of Being يعني يرى باديو أن ميتافيزيق دولوس تتبنى على ما يبدو التعددية والتنوان بينما تبقى في القاعة أحادية بعمق كما يوجد الباديو بأنه في الأمور العملية تنطوي أحاديد دولوس على نزعة قدرية أرستقراطية تشبه النزعة الرواقية القديمة في آية تنظرة في الإختلاف سنة 1997 جد لطود ماي بأن إدعاء دولوس بأن الإختلاف أساسي وجودين يتناقب في نهاية المطاف مع اعتناقها للحيثية أي وحدة الوجود مع ذلك يعتقد ماي أن دولوس يستطيع أن يتجاه الأطروحة أسبقية الإختلاف ويقبل شمولية فيدغينشتاين دون تغيير كبير ما أعتقد ماي في فلسفة دولوس العملي التهم ألين سوكال وجون بريكمونت سنة 1997 دولوس بإساءة استخدام المصرحات الرياضية والعلمية لسيما من خلال إنزليق بين المعاني التقنية المقبولة واستخدامها الخاص لتلك المصرحات في النظام الفلسف تعتبر كتابة دولوس حول مواضيع مثل التفاضل والتكامل وميكانيكا الكم وفقا سوكال وبريكمونت غامضة أو لا معنى لها أو غير مبررة ومع ذلك بخلال اعتراف سوكال وبريكمونت الخاص قام بتعليق الحكم على نظر دولوس الفلسفية ومصرحات في أعضاء بلا أعضاء 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 بلا أعضاء 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 2003 سلافو جيجيك أنا أنتولوجيا دولوس تتأرجح بين المادي والمثالي وأن دولوس في أوديك مضاد أسوأ كتاب لدولوس يمكن اعتباره يمكن احتيار القول بأن أفكار دولوس السياسية تحت التأثير السيء لقاتاري تنتهي على رغم الاحتجاجات على أكس من ذلك باعتباره إيديولوجيا للرأس مانية المتأخرة كما تعجيجيك دولوس للمهمة لأنه اختصر الموضوع إلى مادة مجرد أخرى يعني اختصر الذات وبالتالي فشل في فهم العدم الذي وفقا لجيجيك يعد جون بول سارتر وجون جوك لاكون هو الذي يحدد الذاتي يرى جيجيك أنه ما يبقى جدير بالاهتمام في أعمال دولوس هو بالضبط لك المفهيم الأقرب إلى أفكار جيجيك في كتابها خرج هذا العالم دولوس هو فلسفة الخرق 2006 جاءتها بيتر هالوارد بأن استرد دولوس على أن الوجود هو بالضرورة بداعي ودائم تمييز يستلزم أن فلسفته لا تصليع عن تقدم نظرة ثاقبة على المادة والجوهر وهي غير مبالعة للأطلاق بالظروف الفعلية للوجود وكذا ادعى هالوارد أن فكر دولوس هو حرفين دنيوي آخر ويهدف فقط إلى التآمل السلبي لإنحلال كل الهوية في الخلق الذاتي إليه للطبيعة عارفة جيجي دولوس الفلسفة إذن في الختام بأنها فن التشكيل والاختراع والتصنيع للمفاهيم ومع ذلك لم ينسى الأدبة الذي كتب عنه بإسهاب والذي بدوره كان مصدر إلهام العديد من الروائيين من بينهم بير دوكرو زويت وألف اختراع الأجسام وبالنسبة للكتب ساعد جيجي دولوس وهو مفكر في التحول على توضيح طرق جديدة للكتابة في عالم يتزايد نشاطه وتزايد التشذي فيه يقدم لنا العالم العمل الدولوسي في أكثر أشكال أدبية ويشرح لماذا الجذمور الجذمور الرزوم المفهوم الأساسي للفينوس هو حسب رأيه تفكير قوي لقرن الحادي والعشرين الأفكار المؤلفات الرئيسية للدولوس هي التجربية والذاتية 1953 ثم نيتش والفلسفة 1962 بروس حولي نيتش أيضا والفلسفة النقدية اللي كانت 1963 وتقديم أو عرض ساجر مازوخ 1967 سبينوزا ومشكلة التعبير 1968 المفرقة والتكرار والمعاودة الغير والمعاودة نعم 1968 ومنطقة بحسيس أو ربما 1969 ثم يعني الرئيس المالي هو الفيسام بتعاون مع قاتارية الجزء الأول وديه موضات 1962 والجزء الثاني ألف سطح أو ألف مسطح 1988 ثم الثانية 1988 وأخيراً كتابها الأهم مع فليس قاتاري والذي نشره ستابسة 1991 مالفلسفة شكراً جزيلاً على حسب انتباهكم ورجو أن تكون هذه المداخلة قد أفدتكم إلى اللقاء في مداخلة دينيزية قادمة إن شاء الله